في القصص كاملين الهروب من السجون التي تنعود من قبل كنت دائما تنعود قصص المساجين التي تنضمون الهروب كامل بوحدهم وعاونهم ناس قلال من بره ولكن تخيل معي إذا كنت مشدود في الحبس وبغيت هرب ولكن هذه المرة عندك فلوس ما سيتسالاوش وجيش الناس يقدر يدير أي حاجة باش يهربك يفاشي الهروب فيديو اليوم طلبته مني بزاف فيديو على بارون المخدرات المشهور ويهرب الهروب من أكثر السجون أمن في المكسيك وغزمان ويل تشابو من أكبر المخدرات المشهور ونقدر نقارنه مع اسكوبار تولد الهروب في المكسيك في منطقات سينالواء والذي من بعد هو يقول الرئيس الكارتل سينالواء وهو يمكن أكبر كارتل في المكسيك ويمكن في العالم لأن مريكان مصنف الهروب أكبر وأخطر مرويج مخدرات المشهور القيصة والحياة للتشابو طويلة بزاف وعامرة بالأحداث إذا أريد أن ترجعوا لها ونقوموا لها حلقة كاملة قلوها لي في كومنتر ولكن اليوم سنقوموا لها حلقة على ميزات التشابو وميزات القيصة للحياة كاملة اليوم نعود لكم القيصة للهروب من السجن الأكثر أمن في المكسيك وكما أقول لكم الأكثر أمن في المكسيك لا تزيد فيها لأول مرة سيكون لدينا الدليل وهي تكون لدينا فيديو من وسط الزنزانة التي كان فيها في اللحظات الأخيرة قبل الهروب وكيفش ندار هروب وهنشوف اللحظات الهروب بحل ما نحن معاه كما كل شي عارف كان صيف الطلبة للصين وكنت كنقرة فيها وبزاف كي يسولوني كي يقولون لي كيفش ممكن تسعمل فيسبوك ويوتيوب وقاعد السوشال ميديا تمة لأنها بلوكي كانت طريقة الـ VPN ومؤخراً توصلوا معي في القناة واحد الشركة الـ VPN VPN تعدو 90 اللي جربت الـ VPN ديالهم لأحد الموضة وكان الـ VPN خدام جيداً وصار رخيص مقارنة مع الـ VPN التي تستعملها تقريباً واحد العشرات درهم الشهر الناس اللي عارفوا الـ VPN التي تستعملوا في شنواء أرد رب هذا الموطن هذا في عشرق بطبيعة الحال فيه اختيار الدول يعني تلناس اللي في المغرب ممكن يستعملوه مثلاً يشوفوا واحد كتالوج نيتفليكس ديالش بلد اخر مريكان كندا فرنسا اللي بغيتو زائد نافيغاسيون بكل خصوصية اذا كنت انترسي اتلقى الرابط التحت وممكن تستعملوه حتى فابور ساعتين في النهار يعني استعمال ساعتين مخيرة نرجعو الفيديو من بعد واحد الحياة الطويلة في تجار ديال المخديرات التابو تشد في حبس التبلانو الحبس اللي مقدار يهرب منه تحد من قبل لانا كانت في حراسة مشدادة لدرجة ان في الزنزانة كانت كاميرا تتصور 24 ساعة 24 ساعة سبع ايام ما كانت تتحبس وكانت الزنزانة كلها تتصور من غير واحد الطريب في كين الطويلة مغطي غبح من الصحيط يعني تبقى يبان الفوق ديال الانسان زيد على هذا الشيء كانوا ديما تدخلوا للزنزانات ويبدوا يقلبوهم مزيان تضربوا في الحيوط تقلبوا كل شيء تقلبوا الانسان كامل يعني ما عندك فين تخبيتها شيء ما عندك فين تنضم حتى شيء وفوقت شيء كامل لنا افترض انك قد يتهرب من هاد الحبس منين هتخر شنو هتلقى هتلقى الخلاق ضاير بالحبس وكينة باز ميلي تيرتما يعني اذا هربتي هايشوفوك من الحبس ويشوفوك في الاباز لانكي نوحد الفرق كبير ديال الخلاق مكين تشي حاجة يعني بما مفادوه القادية حامضة ولكن هايشوفوك والكارتيل دياله والناس اللي تحتمنو تصنفوا اقوى من الجيش ديال المكسيك الجيش ديال البلاد دياله بهاتشي كامل كونك تبراس ايل تشابو واشهتستعمل العنف والقوة والجيش ديالك باش تخرج من الحفز ولا هتستعمل الحيلة والمكر باش تصيدهم وتخرج بالمطلق رغم انا ايل تشابو كان ممكن يشعل حرب في المكسيك باش يخرج ولكن هو قرر يستعمل الحيلة امن في المكسيك من بعد ما تشد ايل تشابو في السيجن التي بلانو في الفين واربعطاش الكارتيل اللي كان رئيس دياله بلا ما يقول لي شراء بقعة ما بعيداش بالزافع للحبس بعيدة بكيلومتر على الحبس وباش عارف اي تواصل مع الخارج واي رسائل واي تليفون كان مراقب من عند الحبس يعني ايل تشابو ما كانش ممكن يهضر معه هذو اللي بره ولا ينضم معهم هاد الهروب دياله يعني الكارتيل تكلف بكل شيء ما عليناش شدو هاد البقعة هذي اللي بعيدة بكيلومتر على الحبس كما قلت ليكم وبدأوا كي يبنيوا فيها دار داروا الضالة طلعوا الحيوط ولكن ما كملوش البني بطبيعة الحال هاد شي كلو داروا غير باش يغطيوا على الاملية ديالهم اللي هي قرروا يبنيوا نفق من ديال دار من ديال البلاصة اللي يشراو حتى السيجن وحتى الزنزانة ديال ايل تشابو اللي بعيدة عليهم بكيلومتر تخيلوا معي كيلومتر باش يوصلوا هاد كان تحدي كبير لهم رغم جميع الامكانيات لانهم كان يحفروا ذاك النافق بواحدة معيدات بداية باش ما يديروش صداع ويسمعوهم على برا الحاجة الثانية واللي هي اصعب من الحفير ومن النافق في حداته هي ان هادك النافق خاصوا يخرج مباشرة ذاك المرحاد اللي قلت لكم ندرق بحيط يعني خاص يكون ذاك شي بريسي بززاف وخاهو مديرين كل شي بالتخبية وما يمكنش يتاستيو يقضوا يخرجوا في الكوروار يقضوا يخرجوا شي بزيزان اخرى يعني القاديه كانت صعيبة يقضوا يخرجوا بالضب هادك النقطة هادك المتر مربع اللي مغطي وهاد شي كله وهم صعيب ينسقوا مع الشابو لانه محضي ديال بالصح ولكمميكاسي دياله كلهم محضيين نزيدوا على هاد شي كامل خاص العملية تكمل ضغياء لانه في السيستم السيكوريتي مره مره تبدلوا الشابو من السيجن السيجن باش اذا كانت شي عملية للهروب ما جايبين لهم اخبار يحبطوها ويخسروها وما يخليوش ليه الوقت بزياف بلاصة واحدة باش ما يولفش ويلقاك شي طريقة باش يهروب يعني خاص يسير بضغياء معدات بيدائية ويكونوا دقيقين في ذاك الحافر دياله حافر بحال هادا في الوقت العادي خاصو سنوات ولكن هاد الفارق اللي كان خدام في الحفير كان خاصو يكمل كل شي كان بها الطريق اولا فوقسط حكا اللي بني اللي بناه باش يدرقهم باش تحد ما يشوفهم من برد كاين نيفو التاني اللي هو واحد اللوبي تم فين حاطين الماكينات دياله ولا المعدات ديال الحفير حاطين جنيراتور ديال الضب واحد الالة كتعاونهم يطلعوا التراب من التحت ولا يهبطوضك المعدات دياله من بعد هاداك اللوبي كاين تحت منه واحد نافاق عمودي هاداك النافاق فيه عشرة مترو هاداك معزاز بالخشب باش ميريبش وفي واحد تسلوهم بنينا وهذا هو اللي تهبط لذلك النافاق الرئيسي اللي هيجي منهم هاداك النافاق ويبدأوا يدخلوا منهم باش يحفروا هاداك نافاق هذا كان مدوزي لهدو يعني ذاك الجنيراتور يحبطين يتسلوك من الفوق ومدوزي لهدو واللي كان فيه اسبيشيال هما تحلم ان يحفروا وشحل ما تزيدوا واحد اسكا وهذه السكاة كان فوق منها واحد المطور تنسوا مواطر عادي تنسوا في السكة يعني فيه روايضة من اللور والقدام فيه واحد اللعبات يتحطوا في السكة باش يمشي معاها وهذا كان تهز واحد بحل سنادق من الموراه اللي تي بلاسوا فيهم طراب وفي نفس الوقت هو اللي ناوين يهربوا فيه إل تابو يعني منين ها يوصلوا له باغين يسوقوا ويركبوه موراههم باش يضربوا ذيك الكيلومتر في أقصى سرعة ممكنة في وصل الحفار كانوا يقع عليهم واحد المشكل هو أن البنية ما تزيد شيطلع أنهم يبانوا وغاديين جايين وغاديين جايين تدخلوا تماما ولكن ما زالها خربة هذا شي قد يجبد عليهم الأنظار زيد عليهم واحد المشكلة الكبر من هذا هو فين يحطوا تراب ديال كيلومتر أرى تراب كتير بزافة يكون وباش يلوحوا بره اللون دياله يكون مبدل على اللون ديال التراب العادي اللي كان في السطح تم طاحت عليهم الفكرة دياله هي ديرو إستابل هي ديرو دير الخيل وعادي يكون تراب اللي يتمشي عليها الخيل وهذه البلاسة الإستابل يكون تراب مغير إذن هذا هو الحل اللي يلقاه باش يغطيه شوية على هذا التراب يعني يقدروا مساحة كبيرة اللي هي في الخيل وحطوا ذلك تراب عادي وكين الخيل تموه قادية غادة مزيان في الحفر والتشابو بالدور دياله سجين متالي ما كان شي دابز ما كان شي دير المشاكين كانت يحاول يكون سجين لما تلاحظوه حتى شي واحد وخا هو أقوى بارون ديال لادروك وبقى أكا دريف مع كل شي حتى النهار ديال الهروب 12 يوليوز 2015 أل تشابو متكيف الليل في الزنزانة دياله حتى يسمع واحد الصوت من المرحاد يقول ليه يالله نمشيه تبع الصوت وهذا الفيديو اللي تشوفه هو الفيديو الحقيقي للحظات الهروب أل تشابو من الزنزانة دياله من بعد ما تبع ذلك الصوت مشال الجهة فين كان ذلك المرحاد وقعهم تقبو يعني يخرجوا عنده الزنزانة من تم ما هبط كانوا ديرياله سلوم ومن بعد ما هبط ركب اللور ديال الموتور يعني كان واحد صعيق وكما كنت قلت لكم من قوي ركب في واحد الصندوق من هذك الصندوق اللي كانت يديو فيهم الثراب هذك الكيلوميتر ضربوه في جوجة دقائق ومن بعد ما وصلوا اطلع في سلوم وصل لدك اللوبي اللي هدرنا عليه تم اعطوه حوايج داد بدل حوايجو وطلع وركب في واحد الكاميو واختافه وسط الطلان من بعد هاد شي عيوم يقلبو مالقاوش ما عارفوش فين مشاق وتم البوليس ديال الميكسيك مرضاوش وزير الداخلية كان فرنسا من فرنسا واحد الفيزيت رسمية ومشيت تيجري للميكسيك دار كونفيرنس قالوا ما نحاولوا نديروا كل شي باش نعود ونشدوه مرة اخرى الحكومة الميكسيكية بحلة شوهات وبغا تغطيع لهذا الخطأ اللي وقع داروا كل شي باش يلقاوه ومصلاتهم واحد برقيقة من بعد شي شهورة عارفوه فين كاين عارفوه البلاسة فين كاين تم انضموا واحد العملية باش يديروا انتيرفونسيون ويدخلوا عليها لذيك الدار اللي كانوا تظنوا بانه فيها من الوصلوا تماما بالصح كان تم وبالصح كانوا معه بزاف ديالناس مسلحين وناد القرطاس بيناتهم اللي داموا واحد المدة طويلة ولكن في الاخر الصوات ربحوا ودخلوا لذيك الدار من يدخلوا لقاوه بزاف ديالناس كانوا قتلوه ولكن ملقاوش ايل تشابو قاوش يقلبون مزيان في ذيك الدار توصلوا للحمام وفي الحمام ملقاوه واحد البنوار تتهز ومنه تتهز تخرج النافق واحد اخر وهكا ايل تشابو بلت ليهم مرة اخرى الوقت اللي كان هارب هو والقارد كور دياله ووقفوا الى واحد في الطريق وصرقوا ليه الطنوبيل دياله وهاربوا بيها كان موجدين كل شيء الا الطنوبيل تكون محتوطة في الخرجة ديالنافق وهذا القضية هتخرج عليهم من بعد ذلك شيء هذك اللي تسرقعت لي الطنوبيل عاية البوليس مباشرة والبوليس يقلبوا على ذلك الطنوبيل وفي الاخير اشدوا ال تشابو مني شدوا هذك البوليس وحتى ثلاثة ديالة البوليس حاول ال تشابو ويقنعون بجميع الوسائل باش يطلقوه قال لي هم ونعطيكم فلوسة يكفي بكم لحياتكم كاملة هنشليلكم بديور هنديلكم اي حاجة غير طلقوني وهو ما ما بغاوش ومنين ما بغاوش بدأ معهم في التهديدات والتي يقولوا ما نقتلكم ونقتل عائلتكم مخلا ما دار باش يتلقوه ولكن البوليس ما تزعزعوش وشدوه ودوه لواحد اللوطيل ما بعيش بزاف على مجال رنفور باش يحميهم في حالة ما وقعد شي حاجة ما كانش خصوم يبقوا في الزنق من بعد ما ندخلوا اللوطيل بدأت واحد إشاعة بأن الناس ديال ال تشابو الكارتيل جاي باش يصفيها لهم بأنه جاي بطنوبيلات وأن الناس شافوا وهم جايين تم دوك البوليس تخلعوه بأنها تكون مواجهة وقالوا بأنهم هيموتوا فيها ومن بعد ذلك شي بشي شوية بدأت تسمع واحد سيرين طلوا من الشرجم تنوتيب اللي هم جاي ماشي تطنوبيلات ال تشابو ولكن الجيش المكسيكي وصل الجيش أمن البلاسة هز ال تشابو تعتقل وحماوذوك البوليس ودوهم ما كانش الكارتيل اللي جاي ولكن كان الجيش المكسيكي هو اللي جاي من بعد ذلك شي تشد ال تشابو في الحبس وبقى واحد المودال اللي كانت في حراسك شرق في ملموش الدادا حتى الوحد نهار جاءوا عنده الزنزانة دياله قالوا ليه وجد راسك هتمشي الداوه وتم هي يقولوا ليه أكفاس خبار ممكن يسمعها شي ترافيكم في الامريكا لاتين هي انه هاي اكسترا ديوه الميريكان يعني هاي ديوه الميريكان تم هي تحاكم وتم هي دوز الحبس دياله هاي هي أكفاس خبار ممكن يسمعها شي واحد ثم تحط أمام الامر الواقع وهذه الفيديوهات اللي هاتشوفون هم الفيديوهات دياله الحقيقيين ديال الوقت اللي تترمسفيره في ميريكان واحد اللحظة التشابو اللي كان قوي وكانت يتحكم في الميكسي كاملة وعنده قوة من الجيش الميكسيك بدأت يبكي عرف راسه بأن هاي هي الاخرة دياله والدوه الميريكان اللي تحكم فيها بالمؤباد زائد عشرين سانة ما عمني ما فهمت هاي الموداد دي الميريكان ولكن تحكم بالمؤباد زائد عشرين سانة يمكن ان يموت ويخلي واحد عشرين عام اخرى زائده اللي مهم من بعدها دياله واحد الحبس الميريكان اللي تتسمى النهار جهنم فوق الارض والذي هو فيها قاعدة المجرمين الخطيرين ما عندهم مش حق في خرجه السيكوريتي طالعة بثاف ما تتلقوش بالناس كل شي صعيب حتى من الفيزيت عنده قلال بثاف وكنترولي ما قد ضيقيا ساحتى شي واحد بينه هدوك اللي يزورهم الجاج قادية صعيبة بزاف وهذا الساعة اللي تندوي فيها ال تشابو ما زال مش دود تمه وفي الغالب هيبقى مش دود تمه حتى يموت نتمنى تكون عجباتكم القصة هذي اول مرة تنهضر على الاشي ترافيكم كبير انت بغي ندير القصة ديال الاسكوبار كاملة وديال ال تشابو كاملة ولكن درت الفيديو تست باش نشوف التفاعل واش هيجبوكم قصص على هد شي بينوا لي التفاعل بلايكات لايبارتاج سيرتوا الايبارتاج خليوا لي كوموتاري دكتو باغي نديروا حلاق اخرين على المرويجين الكبار في جميع الدول حتى في اسيا قولوا لي وشكرنا بزاف على السيبور عرانيتا نشوف كل شي اللي ما شفش الفيديو اللي سبقعت ادخل ليها يشوفها وشكرنا بزاف